دفعت إدارة التجنيد والتعبئة القوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مدرية التربية والتعليم بالقاهرة لإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من دوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من دوي الهمم وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة لهم في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من دوي الهمم وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية له دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مدرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من دوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية ونقل اللواء أركان حرب عبد الناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها من دوي الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة مؤكدا على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائما على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من دوي الهمم وأكد الأستاذ أيمن أحمد موسى مدير مدرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن القوات المسلحة لا تدخل جهدا في مساعدة أبنائها من دوي الهمم لافتا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يرافقه مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من دوي الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية أعقب ذلك التقاط صور تذكرية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة اهتمام القيادة السياسية طبعا بزو الهمم وقادرون باختلاف ده توجهات السيد الرئيس الجمهورية والقوات المسلحة مقصريشي وأسعدتنا وأسعدت ولدنا كل الشكر والتقدير لدعم القوات المسلحة لولادنا زو الهمم على كل اللي بيعملوه معنا ومع ولادنا من زيارات زيارات لولادنا زو الهمم وبعدين هما بالنسبة لهم بيفرحوا جداً وبالنسبة لهم القوات المسلحة هي دعم في كل شيء ساعدوهم في التجنيد بدلاً من ولادنا كانوا بيروحوا بيتعابوا جداً في التجنيد دلوقتي التعباء والتجنيد بتجيلهم يغاد عندهم فدي حاجة يعني جميلة جداً جداً إن هما يحسوا بكيانهم ويحسوا إن هما ليهم موجود ويحسوا إن هما زيهم زي أي فرد هتعاملهم مع ولادنا بيكون بصورة كلها رفق وكلها اهتمام بيراعوا يعني مشكلة كل طالب وأعاقة كل طالب فيه لجان بتروح للطالب في البيت لجنة خاصة الطالب القاعد اللي هو ما بيقدرش يتحرك ودي خدمة ممتازة ومتميزة فأصبح ما فيش أي ولي أمر عنده طالب زوية احتياجات خاصة ممكن يقلق من إن ابنه ياخد الإعفاء وتوصله لحد البيت كمان فكل الشكر كل الشكر للجيش والتجنيد والقوات المسلحة بصراحة خدمات رائعة بتتقدم لولادنا